اشتركوا في القناة 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 بذلك قالوا من لم يكن له من قلبه واعد لم تغنه المواعد اشتركوا في القناة 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 ارتنا من لساعات الخير كساعة الإجابة في يوم الجمعة الله يشرب في قلوبنا النور ويجعله يزداد أبدا وقد صحف الحديث وفيما رواه ابن عباس من دعاء النبي كل يوم قبل صلاة الفجر سؤال النور حتى ذكر النور في البشر وفي اللحم وفي العظم وفي الشعر وفي الدم وفي ذلك تعرف الفرق بين لحم فيه نور ولحم لا نور فيه وشعر فيه نور وشعر لا نور فيه وعظم فيه نور وعظم لا نور فيه والحب يقول عن القيامة يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ثم إن الشيخ يذكر لنا حال القلب ومثال بالنسبة للعلوم خاصة ومن العلوم ما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أشرف العلوم وهذه العلوم لها حقائب هي بالنسبة للقلب كالمتلونات بالنسبة للمرآة التي تظهر فيها الصور فكل قلب بحكم الفطرة صالح لأن تظهر فيه تلك الحقائق لهذه العلوم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشري وما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقائق الأمور القلب مستعد لظهورها لكن لواحد من خمس أسباب لا تظهر هذه الحقائق في القلب كما أنهم قد تكون صورة حاضرة والمرآة حاضرة ولكن لواحد من خمس أسباب لا تطلع صورة في المرآة فكل مرآة حاضرة So every heart is naturally disposed to be able to reflect realities, to be able to reflect the realities of knowledge in the mirror of the heart and in particular as it pertains to the knowledge of God and his attributes and his acts and knowledges of the angels and the prophets and these special knowledges that have come through us through revelation however even though every human heart has this capacity that the heart is like a mirror and if you have a mirror and you have an object that Imam Ghazali is going to mention to us five reasons that that very mirror might not reflect the image of that particular object وسيشرح لنا ذلك قال كما أن المرآة لا تنكشف فيها الصورة لخمسة أمور أحدها نقصان صورتها كجوهر الحديد قبل أن يشكل ويصقل So he says the mirror may not reflect the forge for five reasons first a defect in its formation as for example a piece of crude iron before it is turned and shaped and polished والثاني لخبذه وصدائه وقدورته second because of its dirt and rust and dullness والثالث لكونه معدولا به عن جهة الصورة إلى غيرها third because it is turned away from the direction of the object towards something else والرابع لحجاب مرسل بين المرآة والصورة fourth because of the rail placed between the near the object والخامس للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة فكذلك القلب مرآة لأن ينجلي فيها حقيقة الحق في الأمور وإنما خلت عن العلوم لهذه الأسباب الخمسة أولها نقصان في ذاته كقلب الصبي فإنه لا تنجلي له المعلومات لنقصانه The first reason is an imperfection in its own nature such as the heart of a youth that does not reflect known things because of its imperfection فهذا كالمرآة كالحديد قبل أن يسقل لنقصان الجوهر قبل أن يسقل ويسقل الحديد فلا تظهر الصورة فكذلك الإنسان في بداية أمر في طفولته لا يتهيى قلبه لمعرفة هذه الحقائق So a human being when they're still at the realm of being a child that the image might not reflect in the mirror of the heart meaning in this case knowledge because it is like this piece of crude iron before it's been polished قال كذلك الثاني لقدورة المعاصي والخبث الذي يتراثم على وجه القلب من كثرة الشهوات And the second reason is because of dullness that is a result of acts of disobedience and the filth from many desires that are heaped up on the face of the heart فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتضى الشهوات هو الذي يجل القلب So undertaking obedience to God and opposing the demands of the appetites is that which frightens the heart قال تعالى والذين جاهجوا فينا لنهدي أنهم سبلنا And God the Exalted has said and also strive for us we will truly guide to our ways وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم And the prophets and peace and blessings that God be upon him said God causing him him who does the best he knows to become the heir to the dollars that he knows not ونزل في هذا إذن الآية فنزلت في سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا حمزة بن عبد المطلب لما أسلم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها And so there was a verse revealed that pertains to this that was revealed in relation to سيدنا عمر بن خطاب وسيدنا حمزة It is the verse where God says that is the one that was dead And that we guided them that and we made them a light through which he walks along people Like the one meaning this is different like سيدنا عمر بن خطاب وسيدنا عمر بن خطاب وسيدنا Like the one that he mentions the darkness that is like the depths of the sea Meaning in this case I am وجعل فكذلك الذي اختار لنفسه مواصلة الذنوب ولم يبالي بكسب السيئة بعد السيئة سواء بنظر العين أو استماع الأذن أو الخوض في الباطل أو مجالسة الغافلين فإنه يطلع ويطرأ على قلبه صدأ يمنعه من ظهور حقيقة العلم فيه And likewise the person who has chosen for themselves to a perpetual state of sin That this particular individual the effect of that will be a darknessness upon the heart That will lead to this rust that prevents them from having the reality of knowledge reflect on the heart فالأثالث أن يكون معدولا به عن جهة الحقيقة المطلوبة فإن قلب المطيع الصالح وإن كان صافيا ليس يتطيح فيه جلية الحقي لأنه ليس يطلب الحق وليس محاذيا بالمرآة شغر المطلوب The third reason is that the heart may be turned away from the direction of reality which is soft For the heart of the good and obedient man although it is bright Does not have the clear statement of the real unveiled hands So I have someone and the right to be turned away from the eyes of the light And the right to be seen within the heart of the heart So the heart will slow down to the light of the light So the heart will be turned away from the light of the light But it will be a pleasure To avoid his way To avoid his way وحضوره مع الله تبارك وتعالى في أنواع العبادات فمثال مرآة كاملة ومصجلة من الدرن ولكن السورة في جهة وهي موجهة إلى جهة أخرى فلا يمكن أن تطلع فيها السورة كذلك المؤمن لم يكن له في خلال اليوم والليلة ساعات يصدق فيها التوجه إلى الله تبارك وتعالى ويكون معرضا عما سواه حاضرا معه بقلبه لم يشرق فيه نور عظمة الله لأنه لما يتويته نحو المطلوب فيكون الذي شغله عن هذا التوجه الصادق إما اشتغال بشيء من الأمر المتاع الفاني والفكر فيه وإما حتى اشتغال ببواهر العبادات ومظاهرها دون غوص على حقيقتها وحضور مع الله فيها وليذا أمرنا بالخشول في الصلاوات وصار الحضور في الصلاة كالروح في الجسد ومن صلى بلا حضور مع الله فكأنما جدم جسدا بلا روح فيصير كمن يقدم صندوقا فارغا لا شيء فيه وهو مزخرف من الصندوق محكم الصنع فيقدمه هدية لملك ولعجيز عليه يريد التقرب إليه ولكنه فارغ من الداخل لا شيء فيه فلذا قالوا من خلت عبادته عن الحضور فهي كالهباء المنثور وإن العبد لا يصل الصلاة فلا يكتب له ثلثها أو ربعها أو طمسها وإنما يكتب للعبد من صلاته بجدر ما حضر فيها ومن أدعية الافتتاح في الصلاة أن تقول وجهت وجه للذي فترة السماوات والأرض والمعلوم أنه ليس المراد بالوجه هنا إلا وجهة القلب and it is well known that the only thing that is understood here is not the physical face rather the direction of the heart وإذا توجهت رفاة للسماوات والأرض غاتلت وأعرضت عن جميعنا في السماوات والأرض and if the heart is directed to the originator of the heavens and the earth then that the heart will turn away from all of those manifestations that are in the heavens and the earth towards the creation مِسْرُ أنَّ وَجْهَمَ الْبَاهِرِ إِذَا تَوَجَّ إِلَى جِهَةِ الْقَعْبَةِ فَارَجَتْ تَوَجُّهِ لَى بَغِيَّةِ الْجِهَاتِ الثَّلَاسِ فلا يمكن أن يكون وجهكم التوجه لمقابلة القلب وهو يقابل جهة ثانية وثالثة بل ينصرف عن جميع الجهات إلى الجهة الواحدة وَهَذَا الْحُضُورُ لَا يَخْتَصُ بِالصَّلَاةِ بَلْ بِمُخْتَلَفِ الْأَعْمَالِ الَّذِي يُقْسَدْ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَلَمَّا رَأَى صلى الله عليه وسلم هَجْلًا فِي الصَّلَاةِ يَعْبَتُ بِلَهِيَتِهِ قَالَ لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَسَكَنَتْ جَوَارِحُهُ وَلَمْ يَشْعَرْ بِوُشْهَا كَفَشَ Nearly turning in his prayer هو لم يشعر بوصول النبي وهو يسلي بالناس إلا بعد أن أكثر التصفيق عليه فلما اشتد تصفيقهم إلتفت فرعى وجه النبي صلى الله عليه وسلم So said one time he was praying and even though the prophet approached he was concentrating so much in his prayer he didn't realize the prophet had come until that he heard so many companions behind him starting to clap in order to let him know that the prophet had arrived قال بل ربما يكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية أو بتهيئة أسباب المعيشة ولا يسري فكره إلى التأمل في حضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية فلا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق آفات الأعمال وخفايا عجوب النفس إن كان متفكرا بها أو مصالح المعيشة إن كان متفكرا فيها So then he says perhaps all of his attention is taken up by the details of bodily submission meaning at the outward or arranging the means of his livelihood and his thought is not free to contemplate the lordly presence and the hidden divine realities so there is unveiled to him only that which he thinks about whether it is the minute defects of his religious works or the hidden faults of the soul ولما أراد سيدنا عمر أن يوجه بعض الذين قدموا مهاجرين للمدينة في وقته إلى هذه الوجهة القلبية خاطبه وقال At one time when there was a delegation visiting him and he wanted to direct their hearts to this reality that he spoke to them saying وقد كان الرجل ملازما لمجال سيدنا عمر ويكونوا غريبا منه دائما ولكن سيدنا عمر أراد أن يدرك أنه ليس مقصود هذه المجالسة إلا أن يحضر قلبه مع الله فقال له يا هذا أنت مهاجر إلى الله أم إلى عمر قال مهاجر إلى الله ولكني ما رأيتك مع الله ما رأيتك إلا مع عمر فحرك قلبه في صدق الحضور مع الله والوجهة إليه وأخذ الرجل بعض ساعاته يخلو بالقرآن وبالصلاة حاضرا مع الله فذاق من حلاوة الإيمان أمرا عظيما ثم صار سيدنا عمر لا يراه إلا وقت الحاجة أو وقت الاجتماع العام فقال يا فلان ما لي لأراك كما كنت قال وجدت الله خيرا من عمر وجزاك الله خير يا أمير المؤمنين فكان شيخه في هذا التوجه إلى الحج تبارك وتعالى الأرابع الحجاب فإن المطيع القاهر لشهواتها المتجرد الفكر في حقيقة من الحقائق قد لا ينكشف له ذلك لكونه محجوبا باعتقاد سبق إليه من الصباح على سبيل التقليد وبه حجيب أكثر المتكلمين والمتعصبين للمذاهب بل كثير من الصالحين لأنهم محجوبون باعتقادات تقليديتين جمدت في نفوسهم So then he says the fourth reason is the veil The obedient man who has overcome his appetites and devotes himself exclusively to a certain specific reality may not have this revealed to him because it is veiled from him by some beliefs that he is held from his youth in which he is blindly followed This too is a great veil that overshadows most Muslim theologians, the Muslim Kadimun and those who are zealous followers of the schools, the Madaya and indeed most righteous men who think upon the kingdom of the heavens and the earth for they are veiled by their politely followed creeds and hardened in their souls وهذا حجاب يشدل بين المرآة والسورة فقد تكون السورة موجودة والمرآة موجودة وهي كاملة وسقيلة ومتوجهة نحو السورة ولكن هناك حاجز مستشتارة بين السورة والمرآة فلا تظهر السورة في المرآة وكذلك أن هناك عجيدة لتعرفة وكذا من تلقف عقيدة لا تليق بجلال الله وعظمته أو لا تليق في الأنبياء والمرسلين بمكانتهم عند الله فتمسك بها فهو يعبد وهو يتوجه وهو يفكر في عظمة الله ولا يشرق النور في قلب كمثل الذي يريد أن يحصر أيضا بعد معاني الآيات والأحاديث المتعددة إلى واحد يخطئ ما سواه تعصبا فذلك حجاب يمنعه من ظهور نور الحديقة في قلبه This veil is also related to an individual who wants there to be only one particular interpretation of a verse for instance or a hadith or a prophet such that they deny other potential meanings and so this overzealousness to restrict the meanings is availed at the hard level لذا وجدنا إمة الدين من الذين أسست على أيديهم مذاهب صحيحة في فهم الأدلة في مفرعيات الأحكام يعظم بعضهم بعضا and this is why we see the great imams of the various schools, the various schools of thought that they respected difference of opinion and that even when there was difference they always respected the other party and the other person as well يقول سيدنا الشافعي في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ مَرَّةً صَلَاتُ صُبْحِي وَهُوَ بِبَغْدَادِ بِجِوَارِ قَبْرِ أَبِي حَنِفَةِ أَسَرَّ بِالْبَسْمَلَةِ وَبِالْقُنُوتِ فِي الصَّلَةِ وَلَكِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ أَدَبًا مَعَ هَذَا الْإِمَامِ وَكَانَ يَغُولُ إِذَا ذُكِرَ مَا أَلْعُلَمَاءِ فَمَالِكُ النَّجْمِ وَكَانَ يَغُولُ إِذَا ذُكِرَ مَاءَ الْعُلَمَاءِ فَمَالِكٌّ اَلنَّجْمِ فقال له بعض تلامدته من هذا الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء وتذكره بهذا الذكر قال يا بنية الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان فهل لها ذين من عبا وإيام التقائهما ببغداد كان كثيرا ما يزور الإمام أحمد شيخه الشافعي ويزور الشافعي تجميذه الإمام أحمد وقال بيتين يقول فيهم الشافعي قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضاء لا تفارق منزله أن زرته فلفضله أو زارني فبفضله فالفضل في الحالين له ولما بلغت الأبيات الإمام أحمد تأثر كثيرا وقال الفضل في الشافعي ومرض مرة لإمام أحمد فجاء الشافعي يعوده ثم إن شافعي مرض فجاء الإمام أحمد يعود شافعي فبرأ الشافعي وأنشأ بيتين قال مرض الحبيب فعدته فمرضت من أشفي عليه فأتى الحبيب يعودني فبريت من نظري إليه أين التعصب في قلوب هؤلاء عليهم رضوان الله تعالى إنهم أهل السد والإخلاص لوجه الله جل جلاله فكذلك إذا علم المؤمن سعة رحمة الله تعالى تأدب مع الله ولم يحصر الخير في رأيه فيما يتسع فيه النظر فإذا كان كذلك مع الإقبال على الطاعة والحضور مع الله إن جلا نور الحق في قلبه وانكشفت له الحقيقة قال الخامس الجهل بالجهة التي يجع منها الرثور على المطلوب فإن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالمجهول إلا بالتذكري للعلوم التي تناسب مطلوبا فإن العلوم المطلوبة ليست فيطرية ولا تبت نصل بشبكة العلوم الحاصلة بل لا يحصل إلا عن علميني سعبقيني التلفاني وإزدوجاني على وجه مخصوص The fifth reason is ignorance of the direction from which the knowledge of the things sought must be obtained For the seeker after knowledge cannot obtain knowledge of that which is unknown except by recalling the knowledge that is related to what he desires For the things that are not instinctive which one desires to know cannot be caught, saved in the net of acquired knowledge Indeed no item of knowledge is required except from two preceding items of knowledge that are related and combined in a special way This is why people are in need of teachers and of spiritual guides ليعرفه التخلص من صفاته المدمومة وخروج الظلمة من فؤاده So that they know how to get rid themselves of blameworthy character traits and to remove the darkness of the heart فيكون عنده العلم كيف يتوجه وكيف يقف وكان سيدنا أبو حنيفة مع شعات عقله وعلمه يقول لولا سنتان مع الصادق لها لك النعمان يعني نفسه بمجالسته سنتين بجعفر الصادق إن جلت له حقائق في الإيمان واليليم ما كان يعرفها بالعقل المجرد فبذلك رسخت عنده المناقب والصفات الحميدة في تجارته أرسل لوكيل ثلاثمائة حلة ليبيعها وقال إن واحدة من الثلاثمائة فلانية فيها العيب لفلاني فاحذر أن تبيعها حتى تبين العيب للمشتري So one time he sent 300 garments with a man who was working for him to sell and he said that among these 300 garments there's one that has a particular defect make sure that you clarify when you're selling him that this particular garment has a defect فصادف وكيله مشتريا اشترت 300 كلها بربح كبير فضاعها عليه كلها فكتب إذا الإيمان يخبره بأن الحلل الثلاثمائة بتاعت وجاءت بربح كبير فكتب لها البينت العيب في الحلل الواحدة and so then his employee wrote to him saying that all 300 garments were sold and their sold were a great price but Imam Abhani wanted to make sure he said did you clarify to them that in one of those garments there was a defect قال اشتريت دفعة واحدة وغفلت عن هذا قال له فعزل جميعا قيمتها وربحها ولا تدخل منه دينارا واحدا في تجارتي فأمره أن يتصدق برأس المال والربح في الثلاثمائة الحل كلها خوفا من الشبهة في حلة واحدة لن يبين العيب الذي فيها had a fear of this doubtful manner meaning the fact that he didn't clarify that one of these garments had a defect وقد كان في بدي أمر يجوم نصف الليل فبينما هو يمشي في الطريق سمع بعض الناس يقول له هذا الذي يجوم الليل فصار يجوم الليل كله وقد أستحي من الله أن أوصح بما ليس فيه and one time he was walking and he heard someone say about him that this is the man who prays the entire night and from that night on that he started praying the entire night because he said that I'm striving for God to be attributed to doing something and not actually have done it وكان له في فترة جار وكان الجار موذيا ومرتكبا لبعد الكبار that he had a neighbor once that used to harm him in a number of ways and used to do openly major wrong sins وكان يغني في الليل يزعج الجيران ويردد في غناء أضاعوني وأي فتاة أضاعوا ليوم كريهة وسدادها and that this neighbor is used to sing constantly and that would recite poetry that was mentioned and a lot of voice that would disturb his neighbors ففقد الإمام أبو حنيف صوته في الليل فسأل عنه في اليوم التاني that one night that Imam حنيف didn't hear him singing so he asked about him the next day قالوا إنه وقع في أيدي الشرطة على أمر كان فيه فحبس and he said that the police have imprisoned him for something that happened فقال إنه جار وله علينا حق الشفاعة نذهب إلى السلطان فإن كان في غير حد من حدود الله شفعنا له he said that this is a neighbor of ours and he says we're going to go to the Sultan and that if we can intercede for him if it's not related to any of the hudud any of the penal punishments then we're going to intercede فلما جاء خبر السلطان أن أبا حنيفة على الباب يتعجب فإنه لم يأتي إليه قبل ذلك وخرج يتلجاه وأدخله فأكرم and when the Sultan realized that it was Imam حنيفة who came to his palace and he was amazed and this was the first time he'd ever come to him he came out to greet him and welcomed him in his palace فقال إنما جيت لجار لنا اسمه عمر حبيث لديكم فاندرو إن كان في أمر تقبل فيه شفاعة فجيت أشفع له he said that I've only come to you in relation to my neighbor Amr he said that if there is any way for me to intercede on his behalf then I would like to do so فقال لجنده هذه الساعة كل من اسمه عمر في السجين فأخرجوه وهاتوا بصاحبه إليه and the Sultan said that to his guard who was standing near him that anyone who was named Amr in prison he said take all of them out and release all of them and bring them here now وَيَأُوا بِهِ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَخَرَجَوا بِهِ إِلَى بِيْتِهِ and so that they brought his neighbor to him and he took him by the hand and walked him back to his home فقال يا فتاة هل ترانا أضعناك he says that this oh young man and he said have we neglected you لأنه في غنايه الأضاعوني وأيفتنا ضاعوا because he used to say in his poetry which I didn't translate أضاعوني and they've left me خجل ذلك الكار وقال جزاك الله خيرني أئمان ومن يومها تغير حاله فلم يعد لفعل المحرم وصار ممن يجالس بحنيفة بالأدب هذه أخلاق من أشرقت في قلوبهم أنوار الحقيقة these are the character traits of people whose hearts have become illuminated with spiritual realities فلم يعامل السيئة بسيئة they never return evil with another evil وذهب لمن يوديه ليشفع فيه this in this case that he went to the one who used to harm him and to intercede on his behalf يقول فالجهل بالوصول إلى الكمال الاستعداد لهذا النور كالجهل بجهة السورة لا يدري صاحب المرأة أين هي فلا تظهر ثم ختم بدكري مثال عجيب قال ومثال أن يريد الإنسان أن يرى جفاه في المرأة وإذا جعل المرأة أمامه ظهر وجهه ولم يرى القفاء لكن عند العلم بدقائق الأمور يستطيع أن يرى القفاء في المرأة فكيف يصنع يأتي بمرأة أخرى فيجعلها في مقابل هذه المرأة ويراء بينها إزورارات ومقابلات معينة حتى يقوم فينطبع قفاه في المرأة الخلفية فتلقيها المرأة الخلفية إلى المرأة أمامه فيجعل يتأمل قفاه كله من خلال المرأة هذه لكن بمواجهة ومحاذاة معينة ومن ثم يرى من المرأة من المرأة ومن ثم يرى أن يكون مرأة أخرى قال كذلك معاني الحقائق لها ترتيبات وزبرارات وإطافات معينة حتى تظهر في القلب فنسأل الله أن ينظر إلينا وينوير قلوبنا ويزيل هذه الحجب كلها من بافننا ويرزقنا صدق الإقبال عليك والتوجه إليه والحضور بين يديه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرحمين ونحن في يوم الجمعة ومن أعظم الأذكار المنورة للقلب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل يوم وفي يوم الجمعة خصوصا وجاء في الحديث بسند حسن من صلى علي بعد عصر الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة وفي الحديث الصحيح إن من خير أيامكم الجمعة فأكثر فيه من الصلاة عليهم فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم فلا تقول إنك بعيد في كندا قالوا كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت أي إذا بليت في القبر يا رسول الله قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء وقد أكثر لهم حظنا من هذا اليوم ومن ساعة الإجابة فيه وزيدنا توفيقا لمرضاتك وزيد إمام هذا المسجد من الأخلاق الفاضلات وصفات الحسنات واجعلنا والحاضرين من المنقين عن الشائبات وعن الأدران وعن الظلومات صفنا وصافنا وصفنا ورقنا مراقي أهل استفائك وقربك من خاصة أحبابك وأنت راضي عنا أصلح لهم المسلمين الشأن كل في المشارك والمغارب وادفع عنا وعنهم المصائب والنوايب وفر حذان الكلي منه وادفع عنا كل فتنا برحمتك يا رحمة الرحمين يا رحمة الرحمين يا رحمة الرحمين بسير الفاتحة وسورة الكحف لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أراد أن يرسل لي أو ينصرف لننسى نقرأ سورة البهف وفي الحديث من قرأ سورة الكحف يون الجمعة مد له نور من مكان قرأتها إلى السماء وفي رواية الأخرى إلى بيت العتيق إلى الجمعة الأخرى وفي الحديث من قرأتها إلى الجمعة الأخرى باتضر diffراивается cavalry على الدولة بها أنه سورة الأخرى الناس وفي الحديث من القرأس وفي الحديث من الناس شكرا للمشاهدة